عقدت جامعة دول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة وأكد المندوب دائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية سفير مهند العكلوك أن الطلب هذا الاجتماع يأتي في ظل وحشية الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وفي ظل دخول جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وتنفيذ أبشع صور التهجير القصري والتدمير والتجويع خاصة في شمال قطاع غزة في خطة ممنهجة لإفراغه تماما من سكانه وسط حالة العجز والصمت الدوليين يأتي هذا التقرير بعد أكثر من عام على حرب الإبادة الجماعية على غزة والتي ألحقت أضرارا كارثية بجميع القطاعات الحيوية في الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى رأس هذه القطاعات خدمات الصحة والمرافق والتعليم وبقدر ما قتلت هذه الحرب من آلاف الأبرياء بقدر ما تعمدت تدمير المجتمع الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني بما كان له أثر بالغ على حياة السكان المدنيين خاصة الفئات الهشة من الأطفال وكبار السن والنساء والفتيات أصحاب السعادة لا تسعفني الكلمات واللغة لأعبر عن الآلام والظلم والعذاب الذي يتجرعه شعبنا الفلسطيني فالكلمات تعجز أمام هول وفداحة العدوان والجرائم الهمجية الإسرائيلية بحق الأطفال والنساء في فلسطين والدعوات والمناشدات لا تجدي نفعاً أمام آلة القتل الهمجية الإسرائيلية التي لا ينتمي في فاعلها لجنس البشر الأسوياء إلا بالشكل لكنني مع ذلك لن أبلع لساني لأن الكلمة على الأقل ليست أضعف الإيمان ولأن الله تعالى قال لرسوله فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى وقال فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين